بسم الله ده AEC PIMP protocol وده لما يعمل كود ده اي شركة بعتمد عليه بصورة اساسية ده الفارس من النقطة الموجود في الكتاب وبعد كده بيبدأ يشرح لك ان ال AEC ده تعمل سنة 2000 وبعد كده بدأ يتحسن كل شوية وهو تعاون لوزارات كتيرة في بريطانيا وفي بعض الهيئات وبيبدأ يشكر الناس اللي شركت في الكتاب وبيقول لك ان الكتاب ده هيدرس ايه او هيناش ايه ايه الحاجات اللي هو اهتم بيها والاكواد التانية اللي بتتكامل مع الكود دوت وهتلاقيه موجودين ان شاء الله في الشرح بتاع الدم ده اللي هو ال BIMP protocol هو نفس الكلام دوت بس بدأ يقول لك ازاي تعمله على برنامج الرفيت وازاي تعمله على البنتري وازاي تعمله على الاركي كاد ونقول لنا الرفرنس اللي بعض الكتب اللي استعانوا بيها في الكتاب دوت زي ال BS1907 وده كان خاص بالكاد كان زي تظبط الليارات وفيه جهات كتيرة في الوطن العربي بشغلة بالكود دوت وبعد كان ال BS 1292 الجزء الثاني 2012 وفيه واحد جزء ثالث ورابع وخامس وسادس وفيه ال BS8541 and BS8541 جزء الاول والثاني وليه سي كاد ستاندرد layer code وadvanced layer code وبعد كان يدخل بقى في التعريفات ايه هو تعريف ال BIMP ان انت تعمل نموذج وتقدر تعمل للمباني قبل ما تشتغل في الموقع. كل حاجات دي هنقابلها ان شاء الله واحنا شغالين في الكتاب. هنا بتكلم على الوصيقة اللي بتحدد مسئولية وصلاحية الناس اللي شغال في المشروع وبيبقى فيها جداول التسليم وبيبقى فيها معلومات عن المشروع دي زيت ايه بين المالك والجهة اللي بتعمل الموديل تمام بيبقى فيها كل حاجة معادة الامور المادية مفروض دي موجودة في العقد. هنا بيقول لي ان في بعض الوظيف هنا هو قاصر على ثلاث حاجات ال BIMManager والCoordinator والModel. ال BIMManager مطلوب من ان هو يعمل Coordination مطلوب من ان هو يدرس بعض الامور يعني افضل برنامج يعني بعض الان شغل من ان كان نحص لل no jessщ的 برنامج يعنيנdrive ايه كتابLim lubrication وماللوسيفرة success نع 잠깐만 cdm ومؤكد ومؤكد ومنذق يؤكد فمفروض البيان مانجر عنده خبرة تأهله انه يحل المشاكل الموجودة او يدور على النت او يسأل حد المهم انه يحل اي مشكلة تواجه الشباب البيان مانجر لا يوجد جواب الاستراتيجية غير في موضوع الترينيج وبعد كده هو اهم حاجة عنده في المانجمنت انه يعمل باكستوشن بلان انه يتأكد ان موضل سليم و رفعه مشكلة يحلها انه يعمل كوردينيشن انه ينشئ فاميلي لو هو دخل في الجزئية دي او في الجزئية دي يعني لو بدأ يرسن بنفسه هيهمل وهيتعمل بعض الحاجات فمفروض كل واحد عارف المهم بتاحته ويلتزم بيها الموضلر مفروض انه ملوجعه بجزء الاستراتيجي ولا يدعو بجزء المانجمنت غير في الجزء اللي هو انشاء الابجيكت او الفاميلي هو المسؤول عن موضلينج ودروينج لو قاعد يشوف المانجمنت والاستراتيجي هيهمل انتاج الموضل ويكون نفس الشيء بالنسبة ببين مانجر لو قاعد طول وقت بيحبه ويشتغل بيديه فقاعد يشتغل بيديه هيهمل حاجات ديه فهو لازم يخلص ديه وله عند وقت فراغ عايز يساعد ماشي بس هو لازم يكون خلص المهمة اللي عليه التصوّع لا يقدم على الفرط للستراتيجيه هنعمل بروسيس وهنعمل ترينينج الجزء الاداري اللي هو البيمكسيون بلان الادثينج بيم الانشاء الابجيكت هنا بقى الجزء الخاص بالبردوكشن اللي هو الموديلر ينشئ الشغل والعناصر مهم بالنسبة لنا انت تكون حط الاهداف من استخدام البيم الاستندرات اللي هنشغل عليها البرامج الاجهزة اللي هتبقى ازبوعية والتوريخ بتاعتها ممكن تبقى نصف ازبوع ممكن كل ازبوعين مين اللي هيحضر الاجتماعات ديه ازاي هنبعت الشغل بعد ما يخلص هنبعته بالامتداد الاصلي ولا هنسفه دي دابل جي ولا بدي اف في كذا نوع من الانواع الاجتماعات فيه اجتماع لبداية المشروع كيكوف فبيبقى قعد اطراف الادارة في المشروع بيتناقشوا هنتعمل البيم ازاي من اللي هيستلموا من اللي هيستلموا فده الادارات اللي تموجده فيه وبعد كبه بيم ريفيو بنبدأ نراجع نشوف لوك اي مشاكل ندخل بقى على command data environment دي لازم الشباب يكونوا فهمينها كويس جدا ان انا عايب عندي اربع فلدرات على لكل مشروع فيه فولدر اسم work and progress ده بمسلا فيه شغال كل قسم الواحدة يعني المعمار الواحده والاشياء الواحده وكار ومكانيكا الواحده محدش فيه مشاكل شغل تاني تمام؟ لما بخلص بروح نقله على فولدر اسم shared المعماري чики تمام هنا circle هذه اللقبية المعماري ومكانكا الواحده يحددوا شغل الارضة ومجيل آما التي اختلفة سنة اجب في هذا ممارى فتاخد الشغل بتاعه بش كامل انا لسه افكر اعيز اوسع مثلا الغرفة دي فعيز اتضم غرفتان على البعض ممكن انا عندي غرفتان على البعض و انا عريزهم ثلاثة فالغيت الحاطة اللي في النص و لسه اضطت الحاطة التانيين انت شفت الشغل كده و بدأت تشتغل انهم كلهم غرفة واحدة فحصل المشكلة هنا لما شغل ممتاز وهنبعطه للعميل بحيث ان الاطراف اللي خرج الشركة تقدر شوفها و كل فترة باخد الشغل هنا و اضطوه في الاركيف ده ممكن فولدرات عادية يعني رائد كليك من فولدر وتعمل المهم ان الناس تبقى فاهمة انه ما يبصش على الشغل هنا يبقى بص على الشغل هنا الورك ان بروغرس ده الشيرد 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 هو عندي الستركشور موديل بيشغل على الورك ان بروغرس و بيحط شغله هنا وبيربط مع اللينكات اللي هو شايفها هو شايف الارتكشور و شايف الامي بيه هو بشتغل على الستركشور يعني الحاجات اللي على الشيرد دي ما عادش بتشغل عليها بنسحبها بس ايه لينكات يعني انا عندي كاستركشور ايب عندي موديل انا اشغل عليه وباخد كوب منه و احطه هنا بحيث ان الناس تشوفه تمام و ده انا اسحب الارتكشور و الامي بيه عندي في الستركشور موديل مقدارش اسحب الامي بيه و مقدارش اسمح اسحب الارتكشور و يبقى معروف ان الشخص معين هو بس اللي يقدرين الشغل من هنا الهنا و في اقوات معين يمكن نتفق مثلا يوم الخميس او يوم الثلاث مروش لازم في الاسبوع ممكن نتفق يعني يوم معين يمكن نتفق ما تدربش بكيبا قبل انا بنتكلم على التكامل بين البرامج فلازم نقدر لو انت تغلع سوفت وير تقدر تشوف الموديل الاخر وتقدر تتكامل معي وتاخد المعلومات اللي انت عايز منه ازاي نقدر ننقل بين البرامج المختلفة طبعا في انت ادادات زي الافي سي تقدر تنقل لو انت تغلع برنامج تقدر تعمل لينك مع الافي سي اصبحت البرامج تحت البيم كلها وتعمل امبورت ونسكسوبورت ولينك مع الافي سي طيب دلوقتي لو انا عندي المشروع كبير ولو اتعمل كله على مدر واحد يوجد مشكلة فنبدأ نفكر كيف نقسمه اولا لو فيه اكثر من مبنى يبقى كل مبنى في ملف الرف الواحده يعني لو انا عندي مجموعة ابراج ممكن نخلي كل برج الواحده ولو فيه بيزمانت مشترك يبقى كل البيزمانت مشترك في ملف الواحده وممكن نقشر في البرج كبير نقسم مثلا على 3 مرات حسب الفلور يعني من الفلور مثلا جراوند الحد العاشر ده في ملفه ومن الحداشر للعشرين في ملفه وبعد كده في ملفه اخر تمام؟ في الستركشور بنشوف بقى في الستركشور مثلا فيه جزء معين متصل ببعضه فاخليه في ملف الواحده لو فيه قطع يبقى القطع ده في ملف الواحده فنبدأ نقسم بحسب ما يجيش لقى نص شغل هنا في ملف ونص شغل في ملف تاني فتحرك هنا يمين ما يتحركش معك هنا فيبقى حمافقنا قدرة البيم الميكانيكا البابده ابدأ برده اشوف ايه نقطة الاتصال وابدأ اشوف ايه ينفع مثلا النامان عنده مثلا نزونة كبيرة جدا وفيها كذا مكان تبريد وكلهم عاملين نظام مع بعض فدول يبقوا في ملف الواحده وممكن نقسم التكييف الواحده والتهوية الواحده وبرده في الصحي نقسم برده كل سيستم الواحده فده ممكن يخلي الملف خفيف الشغل خفيف في العادي حتى لو مشروع كبير بنخلي كل ملف الواحده بنتفع برده لو انا عندي كذا شخص شغالي نفس المشروع هيتم التبادل مع عاملته ازاي والحفز ازاي ونحن نعمل وركسيت لكل شخص او لكل تقسيمه يعني بنمده يتفع على طريقة الشغل وبالشرط ان في حاجه هي اللي صحة ولا يقوله غلط لا كل مشروع بنشوف الانسب لي ايه ودي بقى بنبده في الاول بنعمل الموديل بسيط جدا اللي ودي وان او اللي ودي مية حسب كود الامريكا والبريطاني وبقى كبه بنزود اللي ودي متين ترتمية وهكذا تمام واحده واحده بنبده نطلع بالشغل بتاعنا في بعض الحاجات ممكن تحطها تودي لانها باش تنفع في السري دي هتاخد منك وقت مجهود كبير وانت ممكن بعد ما تاخد السكشن بتاعك تبده تحط بعض الخطوط اللي بتوضح الشغل هنا ديت لانها ممكن تكون كاي صعوبة او هتاخد وقت كتير ان انت بتاعد تعمله في قلب الموديل الورقون بروغرس بتعمل الموديل وبقى هتبده تاخد اي فيو انت عايزه وتطلع على السكدولات وتبده تحطه في قلب الاشيط بتاعك وهنا بنبدأ نحدد الوحدات بنبدأ نكتب الكود ده تبدأ مثلا تعمله منه صفقه وتخليه ورده وتبدأ تشغل عليه فبنتفع الوحده هان احنا نشغل بالمليمتر ولا بالمتر ولا بالبوسة ولا بالانش فلازم كنا نكون منتفقين على نفس الحاجات هنا بالكلام بقى على جزء التسميات هتعمل فولدر مثلا اسمه كذا وتحط جبه الفولدرك كذا وهتبدأ مثلا تسمي الملف بتاعك هتعمل مثلا حرفين مثلا AR مثلا وبعدكها شرطة وبعدكها اسم المنظمة وبعدكها شرطة وبعدكها زون أو سيستم وبعدكها شرطة وبعدكها تكتب الليفل 0102 أو GR وبعدكها طيب بتاعك هل ده معمره ولا انشائي والرول والدسكريبشن زي ما انت هشوف دلاتي البروجيكت اسم المشروع تقدر تختار حرفين أو تلاتة حسب ما الالتفاق بشكل دوت FTR فاولما تبص كده تعرف FTR او تعرف المشروع ده اسمه ايه ده اسم الشركة ده اسم اللزون اللي الموجود فيه طب Structure Model for Structure School Project at Stage E فتعرف ان ده هو Stage E ممكن بعدكها تحط شرطة مثلا وتكتب ده ريفيجان كام فيبقى سهل عليك ان انت اول ما تبص على الحاجة تعرف ان ده المشروعية زي ما انت تبص كده تقول RVTR derivative DGN ده مثلا برامج كزا ده ال NWD ده نفس وركس فبيبقى سهل على الواحد ده اسمه الليارات في لما تصدر الاتقاد Rules, Succession, Description وهكذا ويبدأ بقى يديك اسمه معينة بحيس ان انت اول ما تبص على حاجة تعرف اللوحة ده بتاعت ايه يعني مثلا انا عايز افتح الواحد المعماري بتاعت ground في الناس تبت ترتب basement 00 والبعدين 01 وهذا كان ground 8 طلع 07 مثلا لا اول افضل ان انا اخلي ground GR basement 1 بحيس ان انا من اول مجداز ما افتح شين لوح عشان اصدر الوحة اللي انا عايزها تمام واذا كان بتكلم ال view name اسمه ايه ممكن تكتب level option ده ممكن تكتبه او ان تكتبوش content ده في ايه تمام اول ما ابص على اسم ال view اعرف اه ده التكييف بتاعت دور التالت ده المعماري بتاعت دور الخامس لا نستخدم ال view اقسم الشتاد الانوتشن هتبقى شكلات ازاي وهتكتب ازاي الوينويت المبيت او انا بيقولك بص على ال software وستخدم العماري الديمينشن هيبقى اسميه الديمينشن مكتوب ازاي بحيث ان انا اول ما اشوف الديمينشن اعرف الديمينشن ده المعماري والانشائي ولا ايه الريسورس سوفتوير اللي بيراري كينوتو وبيلك تشوفهم فالبكوين وانا في الاخر بدأ يخطي لك بطريق التسميع مثلا لما تلاقي عندك ارتكشور هتخلي ايه عندك بيه هتخلي اللي هو البيلدنج سيرفز الاسماء بطريق التسميه بالتعود هتلاقي نفسك اول ما تشوف اللوحه تعرف تدي عبارة عن ايه ده انا بديك مساعد ان انا مثلا الوركوين بروغرس يبقى فيه فولدر للكاد وفولدر البيم وفولدر الشيتفايل وفولدر الكسيبورت وفولدر الفاميليز ممكن الكسيبورت يتبقى فيها مثلا الصور ويبقى فيها الاكسل هتبدأ تشوف ايه الملفات اللي هتتحط هنا في الكسيبورت ممكن تحط فيها ملفات جي بيكس امي اللي مثلا ده فولدر ده البابلش الارشيفت ده ملفات اللي لسه جالك انكومنج ده رسورسز اللي هتتايتل بلوك واللوجو الستاندرد اللي هو كل الناس هتتساعم بها يعني كل الاقسام هتتسحب التايتل بلوك هنا بحيث اول ما تغير تغير كل الاقسام اللوجو بتاع المشروع الستاندرد اللي احنا شغلين به اللي هو كتاب ده مثلا او ممكن تحمل استاندرد تعبير مقاربية وتشغل عليه والبطفل والبطفل اشتركوا في القناة